اشتركوا في القناة المحاضرات معهد الصحة العامة والتي دائما تطمح إلى نشر الوعي وتعزيز الصحة وهذا انطلاقا من إيماننا بأهمية التوعية الصحية وانطلاقا من أهدافنا التي دائما تطمح إلى تعزيز الصحة وإلى رفع الوعي الصحي في المجتمع وقد أطلق المعهد في فبراير 2021 سلسلة محاضرات توعوية وإلى اليوم لقد أتممنا الكثير من هذه المحاضرات والتي طرحت مواضيع متعددة وباللغة العربية والتي تستهدف عامة أفراد وقطاعات المجتمع والتي تنظم باسم المعهد وبالتعاون مع طلاب وطالبات الجامعة تحت شعار مبادرة صحة قراري وقد تناولنا موضوع سرطان عنق الرحم من قبل ولكن بمناسبة الشهر التوعية عن سرطان عنق الرحم ارتأينا أن نرجع نتحدث عن هذا الموضوع لأهميته ولأهمية التوعية عن هذا الموضوع فنتناول اليوم هذا الموضوع ونتحدث عن هذا الموضوع مع الدكتورة عيدة العوضي من مستشفى توام في صحة بيور هالث الدكتورة عيدة هي استشارية طب أورام حاملة للبورد الأمريكي في طب الأورام من مركز أمدي أندرسون للأورام في جامعة تكساس وهي رئيسة اللجنة العلمية في جمعية الأورام الأمريكية وتخرجت هي أيضا من جامعة الإمارات العربية المتحدة باللصانس الطب قبل البدء بالمحاضرة أود تذكيركم أنه قد خصصنا حوالي العشرين دقيقة في نهاية المحاضرة لطرح الأسئلة والأجوبة ويمكنكم وضع أسئلتكم في خاصية الـ Q&A وإن شاء الله نتمكن من إجابة أسئلتكم جميعا أنتقل الآن إلى الدكتورة عيدة وأهلا بك دكتورة عيدة وتفضلي إذا بتحبيت ترفعي السلايدز تبعوا لك طبعا أود أن أشكركم جزيل الشكر على استضافتي وعلى يعني أعطائي الفرصة أن نتكلم عن موضوع مهم جدا أشكرت دكتورة عزة وأشكر طبعا جميع معهد الصحة العام التابعة لجامعة الإمارات وطبعا إحنا دائما نتكلم عن سرطان الثدي سرطان القولون ولاحظت أنه سرطان عمق الرحم يمكن ما أخذ حقه فهذا فرصة جميلة جدا أن نتكلم عن نوعي عن سرطان عمق الرحم طرق الكشف العلاج والبقايا وإلى آخرة فالصيدات واضحة؟ نعم نعم تفضل لك سرطان يعطيكم العافية طبعا هذه نقاط المحاضرة نتكلم عن تعريف سرطان عمق الرحم ما هو عمق الرحم وكيف ينتج السرطان في عمق الرحم ما هي أعراض المرض أسبابه وعوامل الخطر كيفية تشخيص سرطان عمق الرحم الوقاية منه طبعا العلاج فمقدمة نتكلم عن همية سرطان عمق الرحم وما مدى امتشارة حول العالم فمثل ما نعرف أن سرطان عمق الرحم يعد في المرتبة الرابعة بين السرطانات الأكثر شيوعا بين النساء عالميا ولكن في دولة الإمارات يعتبر في المرتبة السادسة وتعتبر دولة الإمارات من الدول الأولى التي تتخفض فيها نسبة الإصابة بسرطان عمق الرحم مقارنة بدول الدخل المنقفض أو الدخل المتوسط سرطان عمق الرحم ما هو عمق الرحم؟ عمق الرحم طبعا هو الجزء السفلي من الرحم حيث يلتقي الرحم بالمهبل فهو يصل الرحم بالمهبل وهذه هي منطقة عمق الرحم اللي أنا أشر عليه حاليا ويحدث سرطان عمق الرحم عندما تتحول الخلايا الطبيعية في عمق الرحم إلى خلايا غير طبيعية لأي سبب كان وبنتكلم عن بعض الأسباب ويصبح نموه خارج عن السيطرة فتصبح الخلية تتحول لغير طبيعية وهذه لها القدرة على الانقسام اللامحدود والقدرة على اختراق الأنسجة المحيطة بعمق الرحم وبالتالي حيث ممكن أن تنتشر لأعضاء مختلفة في الجسم والأعضاء المجاورة للرحم فمعظم النساء التي يتم اكتشاف إصابتهن بسرطان عمق الرحم وعلاجه في وقت مبكر طبعا يتم نسبة الشفاء تكون عالية جدا فهدفنا أن نكشف عن هذه الخلايا الغير طبيعية ونمنعها ونعالجها بحيث أنها لا تتحول إلى سرطان أو خلايا قادرة على الاختراق والانتشار ما هي عراض سرطان عمق الرحم؟ طبعا كثير من الحالات ممكن أن لا يكون هناك أي عراض في البداية ولهذا السبب مسحة عمق الرحم أو الكشف المبكر يكون مهم جدا لأن إذا تم الكشف عنه بطريقة مبكرة والتخلص منه يعني العلاجات تكون أسهل طبعا العلاجات تكون أسهل وقلة العرضة للإشعاع والكيماوي والجراحات الكبيرة مثل الاستقصال الرحم مثلا فالأعراض بشكل عام يكون نزيف مهبلي تكون نزيف غير طبيعي بين دورات الحيض بمعنى أن النزيف يحدث في أي أوقات غير أوقات دورة شهرية وحتى دورة شهرية تكون مختلفة عن العادة وتكون غزيرة وتكون متقطعة النزيف بعد الجماع النزيف بعد انقطاع الطنة هذه كلها ممكن تكون أعراض لسرطان عمق الرحم وقد تحدث هذه العراض لأي أسباب أخرى ولكن يجب استشارة الطبيب أو الممرض المختص في الموضوع هذا لأن الكشف حتى لو كانت 1% فرصة أن تكون سرطان عمق الرحم الكشف المبكر طبعا يكون أفضل ويزيد من فرص الشفاء طبعا أعراض ثانية مثلا الشعور بأوجاع عند الجماع إفرازات مهبلية ملطخة بالدغم وبالعادة تكون مصاحبة لرواح كريهة نقصان غير طبيعي للوزن ألم في البطن ممكن جدا ممكن حتى في المراحل اللي تكون متقدمة نوعا ما تكون في انتفاخات في الغدد اللنفاوية في منطقة الحوم ممكن تكون تضخم في الرجلين أو تجمع سوائل في الرجلين ممكن تكون مشاكل في التبول ممكن حرقان أو ألم عند التبول الأسباب طبعا هناك عدة أسباب تزيد من خطورة الإصابة بسرطان عمق الرحم ولكن معظم إصابات سرطان عمق الرحم تكون ناجمة عن فيروس الورم الحليمي البشري أو بالإنجليز يسميه HPV حيث ينتقل خلال الاتصال الجنسي ولا يسبب الفيروس أي مشاكل لمعظم الأشخاص لأن المناعة بالعادة تتغلب عليه وتتخلص منه لكن بالنسبة للبعض اللي يكون عندهم أنواع معينة من الفيروس الورم الحليمي اللي ممكن تتعرض للتحولات الخبيثة وتكون مثلا الالتهابات من الفيروس هذا مدة طويلة ممكن هذه أن تسبب تغيرات في الخلايا تحولها لغير طبيعية وهذه الخلايا ممكن أن تستغرق 15 أو 20 عام حيث تتحول إلى خلايا سرطانية فالكشف عن هذه الخلايا الغير طبيعية مبكرا يكون مهم جدا وهناك عوامل كثيرة ممكن أن نعملها للوقاية من هذا الفيروس طبعا المسبب لسرطان عمق الرحم ومرة ثانية أعيد وأذكر أن ليست كل أنواع فيروسات الورم الحليمي البشري ممكن أن تسبب هناك أنواع معينة ممكن أن تسبب سرطان عمق الرحم أسباب أخرى ممكن التدخين النشاط الجنسي المتعدد عدم المواضبة على إجراء مسحة عمق الرحم والكشف عن هذه الخلايا الغير طبيعية ضعف جهاز المناعة مثل مثلا مرض الأيدز دائما يكونوا معرضين أكثر لهذا المرض استخدام حبوب منع حمل لفترة طويلة بالعادة تكون خمس سنوات أو أكثر طبعا أي من هذه الأسباب معظمها ممكن أن نتجنبها ونتكلم أكثر عنها في الصلايجات الجاية الكشف المبكر طبعا الكشف المبكر هو الطريقة المثالية لتجنب هذه الخلايا الغير طبيعية أن تتحول لسرطانية لأنه مع الكشف المبكر ممكن نتخلص منه بطرق سهلة إن شاء الله سيمكن تجنب أغلب حالات سرطان عمق الرحم عن طريق الاكتشاف المبكر لأي تغيرات غير طبيعية في خلايا عمق الرحم وعلاجها قبل أن تتطور إلى خلايا سرطانية وتنتشر في عمق الرحم طبعا أمثل طريقة هي مسحة عمق الرحم مسحة عمق الرحم هي من خلال من خلال الجهاز هذا الممكن موسع للمهبل من خلاله ممكن أن نأخذ مسحة دائرية لعمق الرحم وهذه المسحة ممكن أن تحت المجهر نشوف نتيجتها ونعرف إذا كانت هذه خلايا غير طبيعية أم طبيعية طبعا في دولة الإمارات يوصب أن تقوم من نساء التي تتراوح أعمارهن بين 25 إلى 29 متزوجات عاما بإجراء مسحة عمق الرحم كل ثلاث سنوات و30 إلى 65 عاما أن يقوم بإجراء مسحة عمق الرحم كل خمس سنوات بالإضافة إلى اختبار فيروس الورم الحليمي البشري على المسحة نفسها ويجب أن يكون للاختبار أكثر تكرارا إذا كان هناك تاريخ من مسحات عمق الرحم الغير طبيعية أو إذا كان فيروس الورم الحليمي البشري موجود من خلال الفحص في نساء مثلا يوصلون لسن 65 فما فوق وما عملوا أي مسحة عمق الرحم فيتساءلون هل نعمل أو ما نعمل نحن نقول تعملين مرة وحدة بعد عمر 65 إذا ما عملت أي كشف مبكر أو مسحة عمق الرحم مرة وحدة وإذا كانت طبيعية ما تريدها مرة ثانية ولكن هذا الموصة في دولة الإمارات للنساء المتزوجات في هذه الفئات العمرية وإذا كانت نتائج الكشف المبكرة أو مسحة عمق الرحم غير طبيعية معناته فيه خلايا غير طبيعية فالطبيب وبالعادة تكون طبيبات طباء النساء بإجراء اختبار يسمى التنظير المهبلية أو الكولبوسكوبي وطبعا نفس الشيء موسع للمهبل وفيه كاميرا لمحاولة الوصول للخلايا أو النمو الغير طبيعي وأخذ عينة من هذا النمو أو حتى استقصالها بطريقة بسيطة طبعا أنا أعيد وأذكر أن مسحة عمق الرحم بالعادة تكون سهلة وسريعة وغير مؤلمة بالعادة يعني إذا عملت بالطريقة الصحيحة المفروض ما تكون شيء سريع وسهل وغير مؤلم أحيان يكون هناك قطرات من الدم يعني ينزل بعد المسحة ولكن بالعادة يعني مفروض أنه ما يزيد عن أكثر من بضع ساعات بعد المسحة وطبعا إذا كانت فيه خلايا غير طبيعية أذكر مرة ثانية تنظير المهبلية من خلال الكولبوسكوبي وطبعا الفحص مباشر للمنطقة وإذا كانت فيه أي نمو غير طبيعي أو أي منطقة شكلها مش طبيعي يأخذ خزعة منها أو ممكن يحاول لطبيب الاستقصال المنطقة أو يعني تنظيف المنطقة وطبعا وانتظار النتيجة وحسب النتيجة هناك طبعا كيفية التعامل مع الخلايا الغير طبيعية درجتها وإلى آخره أو إذا تحولت سرطانية هناك أيضا بروتوكولات علاجية معينة طبعا مراحل سرطان عمق الرحم هناك عدة مراحل إذا تكون الخلايا الطبيعية تحولت لسرطان وهناك مراحل عدة للسرطان المرحلة الأولى بالعادة ما تكون يعني فيها كثير من الأعراض وتكون الأصابة فقط منحصرة على منطقة عمق الرحم فقط المرحلة الثانية إذا يبدأ السرطان في الانتشار خارج عمق الرحم ويوصل لجدار الحوض لجدار الحوض مثل ما نشوف في هذه المنطقة والمرحلة الثالثة طبعا يكون قد انتشر في الجزء السفلي من المهبل وفي نفس الوقت يصل أيضا العقد اللنفاوية القريبة وفي جدار الحوض أما المرحلة الرابعة المرحلة اللي نحاول نتجنبها أو نكشف مبكر عشان نحاول نتجنبها هي المرحلة اللي تكون في اختراق للورم للأنسجة المحيطة مثل المثانة مثل المستقيم أو القولون أو انتشارها من خلال اللوعية الدموية واللمفاوية لمناطق وأعضاء ثانية من الجسم وهذه المرحلة للأسف تكون يعني العلاجات فيها مطولة لا شفاء منها يعني والكشف المبكر يعني نحاول نتجنب الوصول لهذه المرحلة المستحصية العلاجات بشكل عام طبعا كلما كان المرحلة مبكرة كلما العلاجات كانت أسهل وفرص الشفاء تكون عالية جدا في المراحل الأولى طبعا العلاج الجراحي وطبعا يختار الدكتور الجراحة والدكتور الجراحة من دكاترة النساء ذي لشكل عام يتكون ممكن الجراحة عن طريق الليزر الخزعة المخروطية استقصال الرحم فقط أو استقصال الرحم استقصال كامل وكلما يكون طبعا الورم في مرحلة جدا مبكرة طبعا نتجنب استقصال الرحم للمحافظة على الإنجاب في المستقبل للمريضات طبعا في المراحل اللي شوية تكون متقدمة أكثر الورم يكون أكبر من تشرف الغدد اللنفاوية المحيطة العلاج يكون بالعادة بالإشعاع يكون موجه أو يكون مباشر على الورم أو يكون من الخارج وطبعا الإشعاع بالعادة يكون مصاحب لكيماوي ليدعم مفعول الإشعاع والمرحلة الرابعة يعني للأسف دايما تكون في العلاجات كيماوية مناعية ولكن العلاجات تكون مطولة وأبدية ومرحلة مستعصية فتكون العلاجات طويلة جدا وبالعادة ما يكون فيها أي تدخلات جراحية أو إشعاعية إلا إذا كان بهدف تلطيف الأعراض طبعا الوقاية مهم جدا وهذا يمكن أهم فقرة في المحاضرة هذه الوقاية من سرطان عمق الرحم من خلال إجراء طبعا مسحة عمق الرحم وفحوصات الجهاز التناسل النسائي بشكل دوري إجراء مسحة عمق الرحم لأنه ممكن نكشف عن الخلايا الغير طبيعية إلا ما تحولت لسرطان وممكن تخلص منها قبل أن تتحول وبهذا تكون ما ترجع مرة ثانية والأمور تكون طيبة أو التطعيم ضد سرطان عمق الرحم أو فيروس الورم الحليمي البشري هذا مهم جدا لأنه سرطان عمق الرحم هو تعتبر سرطان الوحيد إلا فيه يكون هناك فيه تطعيم ممكن أن يقي من هذا الورم والتطعيم متوفر التطعيم طبعا يعتبر مرة ثانية أفضل طريق الوقاية من فيروس الورم الحليمي البشري والأنواع المعينة اللي ممكن تسبب تسبب سرطان عمق الرحم ولا يكون طبعا اللقاح فعال إلا إذا تم إعطائه قبل الأصابة فيروس الورم الحليمي البشري وينصح بشكل عام وفي دولة الإمارات ويتلقي لقاح فيروس الورم الحليمي البشري في سن 11 و 12 عاما ولكن يمكن طبعا الحصول على اللقاح في أي وقت من سن 9 عوام إلى 26 عام وحتى بعد وطبعا هذا للأولاد وللبنات ويجب أن لا تتلقى النساء الحوامل طبعا هذا اللقاح لأنه يكون فيه تعارض بعد سن 26 يعني ممكن ينعطاه لكن بعد استشارة الطبيب طبعا ودائما المرضى يطرحون أو النساء بشكل عام يطرحون عليه سؤال هل فيه أعراض جانبية للتطعيم هذا هل ممكن يسبب أمراض كبيرة ولكن التطعيم آمن وفيه دراسات كثيرة عليه والتطعيم يتوفر الحين بشكل كبير الحمد لله في الدولة وطبعا يكون سبب رئيسي لتقليل من التعرض لسرطان عنق الرحم وما فيه أي خطورة الحمد لله من الأعراض البسيطة التي تكون مثلا وجع في المنطقة وهذه مع أي تطعيم ثاني ممكن ممكن شوية حرارة بعد هذا ولكن هذا نفس الشيء ممكن يصير مع أي تطعيم ثاني وطبعا عشان نأكد على أهمية التطعيم فيه دراسة كبيرة تم عملها في بريطانيا يعني واضح جدا من الصورة هذه أن الخط البرتقالي هي خط لم يتم تطعيمهم ونشوف أنه طبعا الإصابات عندهم طبعا تزيد والإصابات عندهم تكون أكثر من اللي أخذوا التطعيم اللي تشوفون الخط الأخضر المتقطع هذا وطبعا الاستنتاج من هذه الدراسة أن لقاحات فيروس الورم الحليم البشري خفضت معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم بالنسبة لتصل إلى 87% وهذه الدراسة كانت على منطقة في بريطانيا وفي دولة الإمارات طبعا هذا تم تداولها في السوشال ميديا والجرائد تم كشف تقرير طبعا أن معدلات اللي صار بسرطان عنق الرحم في دولة الإمارات المتحدة انخفضت بالنسبة 50% بفضل حملة التطعيم واسعة النطاق والفحص المبكر والحمد لله صار في توعية أكثر في المجتمع وصار في ناس يتقبلون أكثر فكرة التطعيم والفحصل والكشف المبكر لأن هذه الأمور تكون وقائية ومهمة جدا وطبعا دولة الإمارات تحرص بشكل كبير على طبعا الحملات الوقاية وتوفير التطعيم والأمور وطبعا جهود دولة الإمارات واضحة جدا وحسب دائرة الصحة في أبوظبي في 2018 تم نشر أن هناك انخفاض نسبة الاكتشاف المتأخر لسرطان عنق الرحم إلى 14.8% وأنا متأكدة إذا عدنا الإحصاءات في السنة هذه أو السنة الماضية بتكون طبعا النسبة أكبر لأن هناك أقبال أكبر وأكبر للنساء على الكشف المبكر وصرنا حتى أنا في العيادة صرت أشوف نادر أن نشوف مرضى في مراحل متأخرة من سرطان عنق الرحم والحمد لله أتمنى أن يكون كفيت وفيت في الموضوع هذا وشكرا وأتمنى يكون في أسئلة أسئلة ممكن نجاوب عليها إن شاء الله شكرا جزيلا دكتور عايدة يعني ما شاء الله قدرتها أخلخصت لنا المحاضرة بوقت أصير فعندنا وقت هلأ أكثر إنه نفتح المجال للمحضور الكرام إنه يسألوا ويطرحوا أسئلتهم نحن عنا الـ Q&A فيكم تحطوا في أسئلتكم طيب already خالدة عم تسأل إذا بدأت تحط نحن إن شاء الله حنحط لكم هلأ حتى لتاخدوا هنحط اللينك بالشات بتكون تعبوا السورفي وبعدين إن شاء الله يعني بتاخدوا بس خلينا نسأل أسئلة حاليا عن الموضوع اللي طرحته الدكتورة عايدة حدا بحب يسأل ولا أنا برجع طيب كيف يمكن للبنات غير المتزوجات إجراء الفحص الدكتورة لغير المتزوجات بالعادة ما نعمل أي فحص ولكن نشوف الأعراض طبعا الأعراض إذا المريضة كان عندها كان عندها أي من هذه الأعراض اللي ذكرتها دورة غير طبيعية آلام غير طبيعية في المنطقة يجب استشارة الطبيب لأن أحيانا الأعراض إذا لقطناها بشكل مبكر بعد ممكن تكون ممكن تكون الإصابة الإصابة للنساء الغير متزوجات يعني يعني غير متزوجات يكون ضعيف جدا لأن الأورام هذه تنتج عن الورم الحليمي الناتج عن الاتصال الجنسي نادر ما نشوفه لكن مع هذا مع هذا أي أعراض مثل دورة غير طبيعية آلام يعني كثير من هذه الأعراض ممكن تتفسر بأمور ثانية يعني ولكن دراك الأعراض هذه والاستشارة الطبيب يكون مهم جدا طيب محمد بده يحصل على التطعيم مبعى في شكله محمد بالمدرسة مكتوب صف رابع مش عارفة وإذا في مجال تعطونا خصم طيب يعني حاليا حضرتك قلتي أنه هلأ البويز أو الأولاد عم ياخدوا التطعيمات إذا ممكن تقولينا وين عم ياخدوا التطعيمات وكيف هلأ الإجراء التطعيمات عم بيسير بالنسبة للذكور ممتاز أنا نفسي ولدي 12 سنة وهالسنة خذاه في المدرسة طبعا لازم نكون سنت التطعيمات مش إجبارية على فكرة هذا التطعيم بالذات مش إجباري ولكن ننصح جميع الأمهات والأبهات أن يشجعون أن يعطون عيالهم لأن بعيد السرطان هذا ممكن أن نقي منه من خلال هذا التطعيم وحتى التطعيم هذا ممكن يقي من أنواع ثانية من السرطانات اللي ممكن تصيب الرقبة والأماكن الثانية فجدا جدا مهم والتطعيم يمكن الحصول عليه من خلال المدرسة المدرسة طبعا تكون هناك في جداول تطعيمات والكاتشاب للتطعيم أو من أي عيادات الخارجية طبعا في عيادات صحة إحنا عندنا متوفر التطعيم هذا وفي العيادات الخارجية وحسب طبعا السن وحسب الحالة المرضية أو التاريخ المرضي للطفل يقرر الطبيب إذا مناسب لها أو لا طب الدكتورة معليش هذا هو في سؤال عن هذا السؤال يمكن نجيبه من قبل يعني عم يسأل عم تسأل أمل لماذا أعطوا اللقاح للبنيين وأنا كم بدي سألك عن موضوع الذكور إنه حاليا عم يعطى بالمدارس إذا حدا فوق 18 سنة وهلأ بالجامعة أو يعني مش بالمدرسة كذكر هل ممكن الحصول على التطعيم ولا لا وهل هو محبذ أنه ياخذ التطعيم طبعا كل ما كان في سن أصغر كل ما يكون أفضل كل ما يكون في سن أصغر كل ما يكون أفضل ولكن في السن اللي يكون 26 مثلا وأكبر أو حتى أقل يعني أقل من هذا يكون طبعا متوفر ولكن لازم يكون في نقاش مع الطبيب أنه كم مدى فعاليته طبعا الفعالية تكون من خلال الأعمار المبكرة وقبل التعرض للورم أو الاتصال الجنسي أو التعرض للورم للفيروس الورم الحليمي دكتور يعني ما نشعر على السؤال نفسه ليش أعطوا اللقاح للبنين يعني وحضرتك قلت أنه بيقي من أمراض معين بس إذا ممكن نشرح أكتر لأنه كثير من الناس تقولك هذا مرض يصيب النساء فلماذا نعطي اللقاح للذكور نعم اللقاح للذكور لأنه تجنب الورم يعني تجنب الفيروس أو إصابة الفيروس الذكر بيمنع للنساء لأن الانتقال يكون عن طريق الاتصال الجنسي صح؟ هذا واحد ثاني شيء ممكن في أورام ثاني ممكن الفيروس الورم الحليمي يسببه في منطقة الرقبة في منطقة الهدى النك نسميه وهذا ممكن يعني بعد يقي من هذا الأورام عند الذكور ولكن هو بالعادة لسرطان عنق الرحم لأنه في النهاية هو سيقي إذا كان مثلا سيقي من الإصابة وبالذلك الانتشار عن طريق الاتصال الجنسي ويمكن للتأكيد يعني على ما ما تفضلت فيه إنه هذا الـ الورم الحليمي لا يصيب فقط لمنطقة عنق الرحم يعني ممكن هو فيروس ممكن يصيب مثل اتفضلت الرأس نعم أكثر الدراسات أكدت أنه التطعيم هذا يقي من أورام الأنق الرحم في دراسات مستمرة عشان نشوف هل ممكن يقي من النتائج المبدئية لدراسات أورام الرأس والرقبة أكدت حتى أنه ممكن يقي من هذه الأورام لأن الفيروس هذا ممكن يسبب أورام في الرأس والرقبة وهذا التطعيم يعني الاحتمال الكبير أنه يقي من هذه الأنواع من الأورام أيضا تذكروا للنساء نعم طيب هل تاريخ الأسرة تسأل انتصار هل تاريخ الأسرة في المرض له دور تاريخ الأسرة يعني الأورام ثانية مثل القلون مثل مثل القلون مثل الثدي يمكن تكون عامل أهن في تكون هذه النوع من الأورام ولكن في سرطان عنق الرحم التاريخ العائلي ما يكون يعني ما يكون يعني سبب أنه يكون عرضت مثلا للشخص لفرصة أكبر للإصابة يعني إذا الوالدة مثلا كان عندها سرطان عنق الرحم مش بالضرورة أنه بنتها يجيها سرطان عنق الرحم لا يعني 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 نحن نحن نعرف مسلا بسرطان السدي دائما التاريخ العائلي وخاصة عند الأم أو الأخت أو الخالة ممكن يؤدي إلى سرطان أنه يصير عرضة للمرأة تصير عندها سرطان ثدي فبعمق الرحم مش ضرورة نستدي سرطان القولون أنواع ثانية نعم ولكن سرطان عنق الرحم ليس يعني عام يزيد طب شو العوامل الأخرى غير الـ HPV غير الورم الحليم يعني من ناحية مثلا نحن 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 أو نمط الحياة شو الأشياء اللي ممكن تزيد من فرصة الإصابة بهذا المرض إذا ممكن نرجع نركز على هذا الموضوع تدخين يعني تدخين بالنسبة الأولى ممكن لأنه تدخين مش عامل فقط سرطان عنق الرحم ولكن أي مكان يعني في الجسم ممكن الثدي ممكن القولون ممكن البنكرياس وإلى آخر لأنه معروف هذا العامل شيء ثاني ممكن يكون الاتصال الجنسي المتعدد ولكن الحمد لله يعني حكم ديننا والأمور هذه فهذا مش عامل يعني مهم جدا في في مجتمعنا الشيء الثالث يكون التعرض لأدوية معينة من أدوية منع الحمل أو الإسقاط هذه الحمد لله الأدوية لا يتم استخدامها كان ممكن أيام عشر عشرين سنة قبل يستخدمونها ولكن صار رحي استخدامها قليل جدا ولكن أي دواء منع حمل أي نساء تستخدم دواء منع حمل أو أي من هذه الأدوية لازم تسأل الطبيب عن مدى خطورة تعرض لأورام لأن هذه الأدوية ممكن حتى تزيد من أورام الثدي من تعرض لأورام الثدي وكذلك على المدى الطويل ممكن تزيد من التعرض لأورام في العنق الرحم نعم طرعت مش محمد صف رابع طرعت أم محمد طيب في سؤال من مسعودة أو تعليق لماذا أو سؤال شكرا عن محاضرة الشيطة عن طريق برنامج التبليغ لماذا يتم التبليغ عن الأمراض المعدية في حالة قون النتيجة إيجابية لا يتم التبليغ يمكن الأصل أنه لا يتم التبليغ للأمراض المعدية لا مش هذا النوع من أنواع الأمراض المعدية لا يتم تبليغ عنها لا نعم يعني هو ما يندرج تحت الأمراض المعدية التي يجب التبليغ عنها للسلطات أو للأوريتيز طيب فاطمة تقول أو 45 سنة وغير متزوجة هل تنصحين بالتطعيم لها؟ يعني هذه الفئة شوية تكون دبيتبل أو في يعني ما في عليها تعليمات وافحة حسب التعليمات العالمية أنه ممكن ولكن لازم يكون في استشارة مع الطبيب ولازم يعني الاستشارة تكون وافحة مع الطبيب ففي النهاية يكون القرار بين الطبيب وال المريضة إذا المريضة مصممة ومثل ما قلت مش متزوجة وحابة تاخذ وعارفة أن الدراسات أثبتت يعني أكثر على السنة الصغيرة ما في مشكلة ولكن نحن نعرف كل ما كان التطعيم في سن أصغر كل ما أفضل طبعا طيب بس للتنويه يعني موجود اللينك تبع التقييم يلي بحب يحصل على شهادة نرجو أنه يقوم بتعبئة التقييم الموجود بالشات طيب في سؤال يمكن هو مش سؤال بس يمكن إذا بتحب يترجعي تأكدينه أنه هو متوفر للتطعيم للجميع مش فقط للنواطنات صحيح؟ طبعاً نعم متوفر للجميع وطبعاً جميع طبعاً يعني الأمور إذا يتغطى بالتأمين والأمور هذه يعني ما عندي علم فيها ولكن معظم معظم الطلاب يعني في المدارس مفروض يتغطى لهم ويكون متوفر لهم نعم يعني يمكن فيه أوقات معين يمثري يمكن لعمر معين بعد العمر معين بيصير يعني مطلوب شركة نعم نعم صح فممكن يكون ولكن هو حتى شهادة التطعيم يكون فيها تطعيم الـ HPV مدرج مدرج يعني فيه في كنت يعني ذكرت أهمية الـ consent أو أهمية أنه الأهالي يوافقوا على أنه هذا نحن ما عم نعطي التطعيم بالغصب للأولاد والبنات بالمدارس وأنه مطلوب الأهل يعملوا consent أو يوقعوا موافقة أدي برأيك أنه هذا المهم جدا يعني أنه الأهل يكون يساعدوا به الموضوع لأنه نحن يعني عم نحاول أنه في دول بتقول نحن تخلصنا من مرض سرطان عم بالتطعيمات شو الرسالة بتوصلها للأحل من خلال هذا المنظر نعم فالقرار يكون للأهل بالعادة للأم للأبو لأنه بحكم الولد عمره 11 والبنت 11 12 سنة يعني مش واعين لهالدرجة الفيروسات ولا أنه شوف أنه ما شاء الله الجيل هذا يعني صار يقرأ وصار يعني واعي أكثر ولكن التطعيم هذا مهم جدا مهم جدا فيه كثير يعني معتقدات خاطئة عليه وهذه المعتقدات مثل أنه ممكن يسبب هذا المرض التوحد والأمور هذه هذا كلها كلها خطأ خطأ وما في أي دليل علمي إشاعات ولكن ما شفنا أي دليل علمي على هذا الكلام التطعيم آمن وأنا أنصح الأمهات والأبهات أنه يوافقون على هذا التطعيم مهم جدا ما لأضرار جانبية وممكن يقي من مرض يعني مرض سرطان يعني ممكن يقي منه فبالعكس أنا أشجع على هذا الشيء يعني إذا ما عندك مانع أنه التطعيم مش جديد صلنا أكثر من يعني بالعالم العربي على الأقل صلوا 15 سنة يعني موجود التطعيم بالعالم الغربي صلوا من يعني من عام 2000 وما قبل فيعني نحن هاي التطعيمات صلت موجودة إلى فترة طويلة والحمد لله عم تتطور فيعني ما في أي ضرورة للخوف من هكذا تطعيمات بالعكس هي كوقاية أكيد يعني ما تفضلت وقلت هي وقاية من سرطان والكل الله يعني يبعده عن الجميع مش مرض سهل إنسان يتعرض له بجميع المشاكل اللي ممكن أفصل معنا أتمنى يوم من الأيام نوصل لأن تكون في تطعيمات ضد جميع أنواع الأوراق بإذن الله بدنا ساعة نلاقي لك شغل تانية يا دكتورة بالعكس يعني إن شاء الله نتمنى للجميع فعلا أنه يعني نلاقي العلاج ونلاقي التطعيمات ضد أمراض السرطان يعني طيب هل ممكن أخذ المطعوم مرة أخرى إذا لم نتأكد أنه أخذناه من قبل يعني الست مش عارف إذا أخذته أو عطيته لأطفالها ألا بنتها أو لأبنها هل ممكن نيعطوه مرة تانية يعني ما في تعليمات واضحة للموضوع هذا ولكن التطعيم ما يكون تطعيم واحد ولكن تطعيم ورم الحليمي يكون طبعا في عدة أنواع وكل نوع طريقة غيرانة ثانية في أنواع ثلاث جرعات في أنواع جرعتين وحسب العمر طبعا حسب العمر فإذا ما تذكرت يعني أكيد بيكون أي تطعيم يكون موثق في نفس المركز اللي خذت فيه التطعيم فترجع أحسن وتتأكد تتأكد أفضل إلا يمكن من خارج البلد وما عندها الريكوردز أو يعني سجل أنه هي أخذت التطعيم بمكان ما يعني بس وإحنا مثل ما قلنا دكتورة أنه التطعيم مش كتير قديم يعني احتمال جدا أنه الواحد يكون عنده الريكوردز لأنه صار تتحسنت كتير السجلات بالنسبة للتطعيمات بس أكيد فيه فحوصات ممكن يعملوا لا يتأكدوا إذا عندها الأجسام مضادة يعني الشخص اللي عنده أجسام مضادة ممكن نسأل أكتر أخصائيين بهذا الموضوع طيب ترجع تسأل يمكن رانا رانا سألت هذا السؤال أنه عم يسألوا إذا وراثي مرة تانية السؤال هل وراثي تفضلت بحضرتك وقلت أنه ما كتير يتعلق بموضوع الوراثة بس هل فيه جينات معينة مثلا ممكن اكتشافها قبل بوقت مثل ما منعرف بسرطان في جين إذا عملنا نفحص منعرف أنه ممكن يكون العرضة للمرض فهل في شي هيك للسرطان عنق الرحم لا سرطان عنق الرحم ما فيه أي جينات وراثية معروفة في هذا المرض الجينات الوراثية لأمراض الثدي القولون يعني حتى إذا تواجدت لا تزيد من فرصة حدوث أوران في عنق الرحم ممكن في الرحم في بعض الجينات ممكن في الرحم نفسه ولكن ليس مش في عنق الرحم وممكن يكون من جزء العنق الرحم اللي متصل بالرحم على أساس نفسه يعني تابع لنفس المنطقة ولكن ليس عنق الرحم نفسه نعم بدي أرشع على سؤال التدخين قد قلت قد يؤتي إلى سلطان عنق الرحم هل عم نحكي عن التدخين عامة السيجارة أو الشيشة أو نعم يكون فيه تبغ يكون فيه هذه النيكوتين والأمور هذه يعني معروفة أن هذه سموم يعني تتعرض لها الجسم ممكن تسبب طفرات في أي منطقة في الجسم بالذات في الرئة في القصبات الهوائية في منطقة الرأس الحنجرة والأمور هذه كلها وطبعا أي مكان في الجسم لأن هذا المواد السامنة طبعا التدخين مش فقط تبغ فيه يعني يمكن فوق مئة مادة سامنة ممكن تسبب طفرات يعني شديدة في طفرات خبيثة في الخلايا وتسبب لنمو السرطان فالتدخين بأي قدر كان بأي نوع كان دام أنه يحتوي على المواد الضارة هذه فهو مسبب يكون عامل من عوامل التي تزيد من فرص التعرض للأوران الخبيثة يعني نحن نحكي عن التدخين عامة لأنه يمكن في بعض المسكونسپشنز أو الناس ممكن تفتكر أنه نحكي عن تدخين السيجارة وليس الشيشة مثلا أهلا حاليا في الفيبين نحن لم نعرف تأثير الفيب وأثر السلبي على الصحة أكيد لفكرة مش فقط التدخين التعرض للتدخين مثلا للناس المحيطة بالمدخن إذا كان الموضوع يومي هذا خطر كبير على الغير مدخن الذي يشمق أو يستنشق هذه المواد فإحنا ما نتكلم عن المدخنين ولكن المتعرضين أيضا للدخان نعم طيب في عنا عيشة بتقوليك ما عندي سؤال بس حبيت سلم عليكي وأوجه أجمل تحية لدكتور النهر الفاضلة وإحنا كلنا موجه للتحية دكتور عين يعني فعلا محاضرة شيقة جدا انتصار نعم هناك استبيان خاص بالمدوة وضعناه بالشات إذا بتروحي لللينك ممكن تدخلي وتعبي الاستبيان طيب الأغلب بيكون للمواطنين الموجود بالسوق مش نفس اللي بيجينا بالمدرسة ما أعتقد هذا صحيح يعني أختم محمد أنه اللي موجود بالسوق هو نفس اللي بيعطى المدار الصحيح يعني ما في فرق بالتطعيم في سؤال من استاذة انتصار هل استخدام الأعشاب أو التداوي الشعبي يؤتي إلى الإصابة شكرا كثير على السؤال هذا سؤال كثير جميل استخدام الأعشاب أو التداوي الشعبي نعم السؤال مهم جدا حد علمي يعني ما في أي لازم نعرف شو نوع العشبة هذه اللي تستخدم يعني فيه أنواع كثيرة ولكن ما في شي مباشر وما في أي دليل علمي على أي من هذه المواد العشبية والطبيعية أنه ممكن تستخدم ولكن كثير من النساء اللي يوني العيادة يرفضون العلاج يقولون نعتمد على نعتمد يعني مش كثير من النساء الحمد الله في وعي كبير في المجتمع وتقبل أكثر في العلاج ولكن في بعض الفئات يعني صرنا نشوفهم أقل يعني في العيادة ولكن يعتمدون على العلاجات الشعبية ولكن هذه علاجات ما تفيد يعني ما عليها دراسات ولا أي من هذه الأمور فالعلاج لازم يكون تحت تخطيط طبيب من خلال التعليمات الطبية المعتمدة عالميا هذه ولكن الأعشاب والأمور هذه لا بتقدم ولا بتأخر في الموضوع وأفضل الابتعاد عنه والتزام بتعليمات الطبيب المهاجم ويمكن توجيه هون كمان من خلال هذه المحاضرة أنه يعني في كتير موجودة بالأسواق سواء تستعمل مثلا لطبيض مناطق معينة بالجسم أعشاب معينة ويروج لها أحيانا أنه مفيدة للصحة وتمنع الأمراض يعني يمكن نوجه هون بس للحضور أنه الأفضل دائما أنه نبعد عن المواد الغير طبيعية وإذا تستخدموا أي أعشاب أي شي يعني يريد تتواصلوا مع الأخصائيين ومع الأشخاص الذوي الخبرة قبل ما تستخدموا أي شي مش معروف كيف ممكن يفيد أو يضر لأنه كما لها فائدة حيكون لها ضرر معين ما يعني إذا بتحب تضيفي على الموضوع ضرر عيد أنا أوافق 100% كلام جميل سؤال بعد هل في أعراض خاصة للرجال وما هي وكيف نقوم اكتشافها الورام الحليمي ممكن يعني ممكن الأورام الثاليل اللي نسميها هذه ممكن تظهر أو ممكن يعني انتفاخات في منطقة الرقبة يعني كثير من الانتفاخات ممكن تكون عرافها يعني أمور ثانية مثل الفيروسات أو ممكن التهابات موضوعية ولكن أي انتفاخ في الرقبة أي تغير في الصوت مثلا أو صعوبة في البلع أو ممكن تكون في الأورام على يعني أي منطقة حتى في الجسم يجب أن استشارة الطبيب أنا أقول بشكل عام إذا المريض شك بشي مش عارف يعني مش خطأ استشارة الطبيب بالعكس مهما صار يعني ما نقدر يعني كل واحد وتخصه صغير فأنت استشير الإنسان المختص في الموضوع يعطيك الرأي الصحيح هو يمكن يعني تعقيبا على كلامك أنه نحن أحيانا نهمل بعض الأعراض وما نروح عند الطبيب ونسأل عنها الأعراض وأحيانا ممكن نزيد نروح كتير فالإنسان ما بيشك أنه فيه فيه شي غلط بالجسم ما يترك الموضوع وما يتهاون فيه والحمد لله يعني الأطباء ما شاء الله موجود عنا يعني عدد يكفي من الأطباء وفيه مستشفيات وفيه وفيه مجال للحصول على المشورة أكيد فالإنسان ما يهمل بصحة يمكن هذه فرصة لي أن أوعي الحضور أن كل فرد في المجتمع لازم يكون عنده طبيب عام طبيب أسرة طبيب أسرة يتابع معاه ودائما نفسه هو بشكل دوري في أمور كثيرة احنا ممكن نعملها مثل بشكل منتظم ودوري للحفاظ على صحتنا مثل فحوصات مثلا البقاية من السرطان يعني الكشف المبكر للثدي للقولون للرئة عند المدخنين لعمق الرحم وحتى البروستات عند الرجال هذا واحد الشيء الثاني الأمور يعني الروتينية مثل فحوصات الكوليسترول فحوصات فدائما يوم يكون طبيب أسرة عارف المريض عارف كيف يوجهه عارف كيف جدوله عارف شو الأمور الغير طبيعية اللي ممكن تصير عنده فأنا أوجه لجميع يعني كثير أنا كطبيبة أورام يمكن أنا آخر وحدة شوفني بعد التشخيص طبعا هذا بعد التشخيص المريض بس إحنا ما نبي نوصل لها المرحلة التشخيص نبي نتجنب هذه المرحلة فأفضل طريقة تكون عن طريق الطب العام وطبيب الأسرة وتكون عن خلال العيادات الخارجية اللي تكون تابعة موجودة في إمارة أبوظبي إمارة دبي وكل الإمارات يعني أنا أكيد يعني أكد على كلامك أنه يكون عندك طبيب ويكون عندنا طبيب خاص يعني طبيب عائل أن ألجأ له بيكون كتير ميحو ومثل ما قالت أستاذ أنت صار هون عم تقول البعض لا يقتنع بتشخيص طبيب واحد فيلجأ لي أكثر من طبيب ليتأكد من التشخيص يعني أكيد فيها بحث طويل بس يعني يفضل أنه يكون عنده واحد طبيب معين يلجأ له دائما إذا كان في مجال لهذا الموضوع يتوفر هذا الموضوع يمكن ناخد بعض سؤال تعبناكي دكتور عايدة بس سؤال أنه مثلا الليزر هل ممكن يسبب صراطان عق الرحم لإزالة الشعر مثلا ما في أي دليل علم على هذا الموضوع لا يعني تصور فيه كثير أسئلة ممكن تنطرح ما يعني نحن عم نحكي عن يعني السرطان عق الرحم صار معروف أنه أكثر أسبابه هو الورم الفيروس الحليمي يعني للي عم نتحدث عنه عن موضوع التطعيمات فيمكن نوجههم كمان للجميع أنه أهمية التطعيم بناتكم وأولادكم مرة يعني تتأكدوا أنه عم بيحصلوا على التطعيم سواء في المدرسة إذا ما حصلوا عليه في المدرسة تسألوا طبيبكم كيف ممكن الحصول عليه بتحب تقولي أي شيء بعد دكتور عينة بالعكس أنا أقول يعني دائما دائما خذوا القرار بنفسكم لا تنتظروا لحد يقول لكم والله لازم كشف مبكروا الأمور خذوا القرار الموضوع سهل الموضوع بسيط مجرد زيارة بسيطة للطبيب مسحة عمق الرحم سريعة جدا وحتى نتائجها تطلع بشكل سريع ونفس الشيء اللقاح متوفر في الدولة متوفر في جداول المدارس والأمور هذه فهذه الأمور متوفرة ولكن إحنا لازم نوصل لها وإن شاء الله يعني أكون أنا يعني غيرت المفهوم هذا إن شاء الله من بعد هذا أتمنى كل النساء اللي موجودين اللي ما عملوا في المحاضرة ما عملوا مسحة عمق الرحم يعملونها إن شاء الله يعني هاي بيكون خطامها يعني نذكر الجميع بأهمية فحص عنق الرحم اللي ما عملتو مؤخرا أو اللي ما حصلت على التطعيم وحتى اللي حصلت على التطعيم مطلوب منها تعمل الفحص صح؟ طبعا إذا كانت سكشولي أكتب أو يعني متزوجة طبعا نعم هل متوفر أخيرا في دولة الإمارات الفحص المنزلي ولا لسه؟ حسب علمي يعني ما أقدر أفتي في الموضوع أتوقع لا ولكن ما أقدر أفتي في الموضوع في بعض البلدان في عندهم الفحص المنزلي بس حاليا نطلب من الجميع أنه توجه إلى يعني طبيبتهم لإجراء الفحص إذا ما كانوا أجروه خلال يعني العام الماضي أو العام الماضي يعني شكرا كتير دكتورة عيدة أنا يعني سعيدي جدا بإستضافتك اليوم وسعيدي جدا أنه الحمد لله يعني كان في عنا الحضور المهتم جدا بهذا الموضوع وعندهم اهتمام يعرفوا أكتر عن التطعيمات الموجودة بالمدارس إن شاء الله نحاول نعمل محاضرة عن هذا الموضوع كما تطلب الأخت أحلام في ختام هذه المحاضرة أود أن أشترك شزير الشكر دكتورة عيدة يعني بصراحة أنا استفد جدا أتمنى دائما أنه يعني الجميع يستفيد من محاضراتنا ويشاركونا دائما بمحاضراتنا وبالحوار ويعطونا الأفكار كيف ممكن شو المواضيع اللي يحبوا يطرحوها ونحن نحب نتقدر بالشكر كمان لجميع من ساهم بإنجاح هذه المحاضرة وعلى رأسهم بروفيسور مايكل قربنا يعني هو رئيس معهد الصحة العامة والذي دائما يشجعنا على التواصل مع الجمهور ومع الجميع في المجتمع ويعني بمختلف المؤسسات التشكر يعني أشكر أيضا طلاب وطالبات قلية الطب وقلية الطب وعلى رأسها عميق قلية الطب والدكتور أحمد سويدي والدكتور جمعة الكعبي أشكر الأستاذ اسماعيل الكنيسي الإداري في المعهد الصحة العامة والأستاذ شمس الشامسي والدارية في معهد الصحة وعادة تشاركنا بالأسئلة واليوم مش قادرة نتمنى لها الشفاء الدكتور أزهر طلال والأستاذ الساجر بشير المسؤول الفني وجميع من ساهم على نشر هذا الإعلان ونحتسب هذا إن شاء الله صدقة جارية لإلك ولألنا بإذن الله دكتور عايدة بتشكرك مرة ثانية إن شاء الله محاضرتنا القادمة ستكون في نهاية شهر فبراير تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي وسنقوم برفع هذه المحاضرة على اليوتيوب وإن شاء الله سنشارككم بها وشكرا جزيلا للجميع نتمنى لكم ليلة سعيدة السلام عليكم ورحمة الله شكرا